يدخل اتفاق الرياضي الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي شهره الثاني مصحوبا بخيبات كثيرة الاتفاق الموقع في الخامس من شهر نوفمبر الماضي كان يتوقع وفقا لبنود الاتفاق أن يتم تنفيذ جملة البنود وفق الجدول الزمني منها تعيين محافظ ومدير لأمن عدن خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق وعودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من القوات العسكرية والأمنية خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق وأهم البنود التي لم يتم تنفيذها وهي تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق بالإضافة إلى تعيين محافظين لأبيا والضالع خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع ونقل جميع القوات العسكرية الحكومية والتابعة للمجلس الانتقالي في عدن إلى خارج المحافظة خلال 30 يوما من التوقيع باستثناء بند عودة رئيس الحكومة الذي عاد إلى عدن برفقة وفد وزاري منتصف الشهر المنصرم وسط انتقادات كثيرة لدور الحكومة مسلوبة القرار أمام استفزازات الانتقال داخل عدن غير أن لتعثر اتفاق الرياض جملة من التداعيات إذ تصاعدت مؤخرا حدة التوتر الأمني في محافظات أبيا وشبوى وسقطرة ورغم الترقب المحلي والدولي لما ستأول إليه الأحداث جنوبا إلا أن تجاوز الخط الزمني لاتفاق الرياض خيب الكثير من الآمال ناهيك عن الظروف الأمنية التي شهدتها عدن مؤخرا والتي ألقت بظلالها على مستقبل الاتفاق ترجمة نانسي قنقر